نروح بقى مع حضراتكم للرياضات العالمية المختلفة وبطبيعة الحال لازم نفرح لإخوتنا العرب وأشقاءنا العرب اللي دايماً بيرفعوا من قيمة ومن صورة الوطن العربي وأفريقيا الحقيقة أصدرت رابطة اللعبات المحترفات للتنس التصنيف العالمي الجديد وحققت من خلاله النجمة التونسية أونس جابر المركز الثاني برصيد 4350 نقطة وهو أفضل تصنيف عالمي في مسارتها حتى لهذه اللحظة ويعد إنجاز تاريخي على المستوى العربي والإفريقي حيث تخطط ما حققته الجنوب الإفريقية أمان دا كوترز اللي احتلت المركز الثالث سنة 1997 وأصبحت النجمة التونسية أونس جابر هي أول لعبة عربية وأفريقية تصل إلى هذا التصنيف المركز التالي طبعاً منذ إقرار نظام التصنيف العالمي عام 1975 والحية اسمها ابتدى يتردد عالمياً بشكل لافت للنظر وبصورة مشرفة جداً طوال الشهور الماضية مليوم مبروك وإن شاء الله المزيد من النجاحات أونس جابر من الرياضيات العرب المشرفين والنموذج للمرأة العربية فعلاً يعني بنت فعلاً بطلة زي ما بتقال حاجة مشرفة جداً أعتقد كلنا فرحلين بها ملاهاش علاقة بس أن هما جنسية معينة أو يعني البلد اللي هي منها لا إحنا بنتكلم أن هي مشرفة الوطن العربي كله حقيقي زي ما أي بطل في أي دولة حتى في مصر لما نور الشربيني بتفوز عايزة أقول لكم كان فعلاً على تويتر تحديداً ناس عرب كتير جداً بيهنوا مصر وفرحلين بنور الشربيني فهي دي الروح اللي احنا نعرفها يعني في شهادة غريبة وعلى فكرة ومحمد صلاح برضو ينطبق عليك كلها محمد صلاح ده ما أكيد لا بس محمد صلاح ده يعني العالم كله هو استثناء الحقيقة وضع استثناء نموذج محترم لأنه هو عد بصعوبات كتيرة أنا بحترم جداً الناس اللي عندها إسرار على النجاح مهما كانت ظروفك مهما كانت ناس بتقلل منك مهما كانت ناس بتحربك مهما كانت ناس بتقولك أنت مش هتقدر توصل بس طول ما أنت عارف أن أنت واثق في نفسك وعارف أنت مين يعني دي قصة محمد صلاح بكل ما تحملها قصة من معاني فعلاً يعني فشبوحة هي للشخصيات النكحة أنا بحب الناس النكحة